السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اتكلم على تلاجة يون ايري الاعطال بتاعتها ورموز الاعطال او قود الخطأ اللي بيظهر على الشاشة. اول حاجة معنا اي واحد اه يدل على عطل حساس رمادي. لونه رمادي خاص ببوابة الكبينة. حساس بوابة الكبينة لونه رمادي لو محتاج تغيره بنفسك بتجيب نفسه وتبدله. اه عطل اي اتنين اه يدل على عطل حساس ابيض خاص بالفصل. فصل التلاجة وتشغيلها بيكون لونه ابيض. اه كود اي تلاتة. هذا الكود بتلاجة يون ايري تتل على عطل حساس اسود. اه موجود على الكويل. خاص بتشغيل السخان. ده حساس السخان وبيكون لونه اسود. كود خطأ اي سبعة. هي دل على عطل بالكرتة. دي مشكلة فيه الكارتة. اه محتاجة تغير او محتاجة تصليح لحد متخصص طبعا في الكارتات. كود اي تسعة. اه وهزي الاكويل بتلاجة يون ايري تتل على عطل بضفيرة الكارتة. الوصلات او الاسلاك. لحل هذه المشكلة يتم تغيير الكارتة والشاشة لو ظهر عندنا عطل اي تسعة. شكرا.